بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهداء كل عام وحضرتكم بخير ونسبة يوم عشراء اليوم اللي في الحقيقة في معاني من المعاني العظيمة اللي بتخلينا حسين بإن إحنا دايما في معية الله سبحانه وتعالى حضرت النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد أهل المدينة بيصوموا يوم عشراء وخاصة اليهود فسألهم لماذا تصومون يوم عشراء فقال هم بيصوموا يوم عشراء لأنه يوم نجى الله فيه سيدنا موسى فحضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن أولى بموسى منهم فصام صلى الله عليه وسلم يوم عشراء وقال لو بقيت للعام القابل أصوموا تسعاء عشراء فيوم عشراء يوم الله سبحانه وتعالى يغفر به سنة والأمر الثاني أن من السنن الوردة عن حضة النبي صلى الله عليه وسلم التوسع على الأهل في يوم عشراء يوم عشراء ده يوم سعة وسعادة وفرح أن الله سبحانه وتعالى يمد العباد ويحفظهم من الهلكة فارب يجعل هذا اليوم حفظا لنا من الهلكة وإحنا في حلقات يوم الاثنين ابتدينا نمشي في خط جديد خط لطيف إحنا في أمسل حاجة إليه هو الخط اللي يتعلق بالتغيير وبناء الإنسان لأن في الحقيقة إن بناء الإنسان ده هو واجب كل زمان يعني إن الإنسان يتبني هو ده واجب في كل زمان بس في زماننا ده بقى واجب بناء الإنسان ده واجب عيني كل واحد فينا لازم يهتم ببناء الإنسان وعشان كده إحنا عملنا الخط ده اللي هو خط بناء الإنسان وأول ما فكرنا إزاي نبني الإنسان وإزاي نساهم في بناء الإنسان ما وجدناش حاجة أهم في بناء الإنسان من الأخلاق ووجدنا أن الأخلاق بتنقسم أو بتتكون من ثلاث مكونات المكون الأول الإرادة أو النية والمكون الثاني القيمة وهو ده محور الأخلاق والسلوك اللي هو بيكون معبر عن هذه القيمة ويبقى عندنا القيمة ثم السلوك اللي بنتحرك من القيمة إلى السلوك بالنية وبالإرادة وبتدني نجمع نشوف إيه أهم القيم اللي عندنا فوجدنا فيه حاجة اسمها القيم العليا إيه يا القيم العليا؟ قلنا القيم العليا دي اللي مأخوذة من نفس الحديث اللي حدد لنا إحنا ليه موجودين على الأرض اللي هو بيحدد لنا مقاصد الخلق اللي هو حديث سيدنا جبريل اللي هو الحديث اللي لقبه اللي نقل سيدنا الحافظ ابن رجب عن جماهير العلماء إنهم لقبوه بأم السنة اللي هو حديث جبريل فلاقينا إن حديث جبريل بيقول إن إحنا سأل حضرة النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فالإيمان أخرج لنا مقصد العبادة ومن ثم أخرج لنا قيمة الرحمة ثم سألوا عن الإسلام فأخرج لنا مقصد العمران ومن ثم أخرج لنا قيمة الخير وبعد كده سألوا عن الإحسان فأخرج لنا مقصد التسكية وأخرج لنا قيمة الجمال فبقى عندنا ثلاث قيم كبرى اللي هي إيه الرحمة والخير والجمال الرحمة والخير والجمال وكانت تغريبة إن إحنا لما شفنا 11 قيمة الفعالة في العالم كله وجدنا إن 11 قيمة تندرج تحت الثلاث قيم دول وبدأنا بالفعل وتكلمنا عن قيمة ماذا؟ وبتدينا نتكلم عن قيمة الرحمة وقلنا إن القيمة المندرجة أو اللي بتكون الرحمة أربع قيم من 11 قيمة الفعالة في حياة الناس يبقى الرحمة هتكون عندنا إيه؟ الرحمة هتكون عندنا بساطة وتكلمنا عن البساطة والرحمة هتكون كمان تواضع وتكلمنا كمان عن ده والرحمة والرحمة تكون محبة وده اللي هنتكلم عنه النهاردة والرحمة كمان أتكون تواضع فالنهاردة هنتكلم عن قيمة المحبة نتكلم عن قيمة المحبة وإزاي تنشئ الرحمة في قلوب الناس بسبب مسألكم وواحنا بنحب بعض يعني شفت السؤال صواله وشكله بيتعب إزاي تبتعالي نسأل نفسنا عن طريق حاجات نرصودها كده نعرف احنا بنحب بعض ولا لا المواد اللي احنا بنشوفها والمنشورات اللي احنا بنقراها اللي على السوشيال ميديا او في اماكن اخرى اللي بتحض على الكراهية والقطيع هل دي بتقول ان احنا بنحب بعض طيب فيه حاجة تانية على محور اخر هل التسول العاطفي اللي احنا بنشوفه مش بيعبر عن قلة المحبة ايه التسول العاطفي ده الناس وهي بتتسول اللايك والشير ده اه انا بدقق في الحياة دي لان الحياة دي مهمة جدا جدا هي بتعمل كده ليه لاني واضح ان فيه عندنا خلل فيه محتوى الرحمة عندنا الحياة اللي بعد كده اللي بتزاز العاطفي اللي بتزاز العاطفي اللي يعتبر تشويه لقيمة المحبة زي الامة مثلا ما تيجي تقول لابنها تشوف اللي بتزاز العاطفي هتعمله زي لو عملت حاجة غلط مش هحبك مش مش هحب الفعل الغلط اللي انت عملته لا مش هحبك ولو بتحبني الامة بقى تقول لابنها لو بتحبني لازم تسمع كلامي والاب بيقول له لو كنت بتحبني كنت طلعت زي لو كنت بتحبني كنت شفتني أنا القدوة بتاعك لو كنت بتحبني لو كنت بتحبني كله بتزاز عاطفي بعد كده بقى العلاقات المفيروسة بقى العلاقات المسمومة تلاقيه في العلاقات المسمومة منها مثلا علاقة زي علاقة التملك مثلا انا لو بحب حد لازم يتملكه يبقى اللي بحبه المفترض انه هو يموت فيه طب هو لما يموت فيك هيعمل ايه يعني خلاص مات ما وبقاش فيه حياة واني هموت فيه إيه لعلاقة إيه لعلاقة إيه لعلاقة سفاكة الدماء دي أنا أموت فيه وهو يموت فيه يقول لي ده مجاز لا 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 ده فيه ناس عائية كده ده فيه اقولك مثلا فيه الستات تسأل جزء هو انا لما موت هتعمل ايه بعدي يعني يا عزائي يعني لما موت هو يموت وراه وانا وهو يسأله وأنا لو موت أنت هتجوزي بعدي أعوذ بالله من سيطانة إيه الطريقة دي في مسألة الحب هذا الكلام لابد أن احنا نتابع إليه ويبقى بعد كده أولادنا بتوعنا ملكنا نعمل فيهم اللي احنا عايزينه فيبقى ابني ده بتاعي اللي يحصل ليطلع زي ما أنا عايز ويفكر زي ما أنا عايز ويبقى كمان على مستوى الصداقة صاحبتي ما تحبش حدي غيري فلو حبت حدي غيري أحس أن هي خانتني وغدرت بي كل ده بيقول لنا أن احنا الحب عندنا بعافية شوي لأن أنا جبت لكم الدوائر المهمة في مسألة الحب دائرة الأزواج دائرة كمان الناس في علاقات الحب دائرة كمان الناس في علاقات البنوة الصداقة كل ده بيبين أن الحب عندنا بعافية شوي يبقى دايما بنعيش في علاقتنا بالاحتياجات لكن كل العلاقات جعلها الله سبحانه وتعالى مش عشان أتعلق بأصحابها ولكن عشان أتعلق بالله سبحانه وتعالى يعني إيه كلام ده عشان كلام ده في بعض الأحيان ما ما بتفهمش العلاقات ربنا خلقها نحفظ كده العلاقات الله سبحانه وتعالى خلقها لتخرج منا الجمال يعني علاقة الأب بابنه ده علاقة عشان تخرج أجمل ما في الأب وأجمل ما في الأب تخرج ما أجمل ما في الأب هو الحنان والشفقة والعطف وتخرج أجمل ما في الابن وهو ماذا البر والوفاء فالعلاقات موجودة عشان تخرج أحسن ما فينا العلاقات كل العلاقات ربنا خلقها عشان تخرج أحسن ما فينا عارفين أحسن ما فينا إيه هي القيم وعشان كده العلاقات موجودة عشان نفع على القيم فهو إيه اللي يخلي فيه علاقة مسمومة المعيار الأساسي أن العلاقة دي مسمومة أن هي تكون علاقة مستهلكة تستهلك الإنسان وتخليه حس بأنه ولا شيء وما لهش أهمية وما بتحملش قيم وعشان كده حضرت النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه عشان بس نفهم مسألة دي لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسي يعني إيه يعني إن قيمة المحبة دي قيمة مهمة في حياتنا يعني إيه قيمة المحبة هي قيمة مركزية وعشان كده حضرت النبي صلى الله عليه وسلم جعلها المركز بتاع الإيمان عشان هي قيمة مركزية في حياتنا وأصلها والمقياس اللي هي فيه إن يحب الإنسان اللي أخيه ما يحب لنفسي وتبقى قيمة المحبة دي هي ثمرة يرتبط وجودها بالعديد من القيم الأخرى يعني إيه آه هي مش هتبقى عيني القيم دي بس هي ما بتظهرش القيمة دي غير بالقيم دي زي قيمة الاحترام والتأدير والثقة والتعاون يبقى إذن لازم نفهم بشكل واضح إن القيم دي لما تكون موجودة دي بتعمل إيه؟ بتعمل وهج إن قيمة المحبة موجودة وعشان كده إحنا عندنا المحبة لو عايزين نعرف المحبة نعلم أولادنا المحبة إزاي أنا أقول لك حاجة بسيطة لو عايز تعلم ابنك المحبة علمه إن هو يبقى الحاجة اللي بيحبها لها خصص له وقت محدد يعني إيه خصص له وقت محدد؟ ما ينفعش إن هو يكون بيحب القرية وم بيخصصه وقت القرية ما ينفعش إن هو بيحبش باباه وهو ما بيخصصش وقت يقعد مع باباه ما ينفعش إنه وعشان كده إيه اللي حاصل؟ شوفوا النتيجة بقى عندنا حاجة اسمها إيه؟ الاعتزال الأسري كل واحد معتزل في غرفته قفل على نفسه وما فيش حد مع التاني ليه؟ لإن هم فيهموا إن المحبة دي عواطف في القلب لا المحبة لازم تخرج ققيمة بفاعلية في الحياة إيه أول حاجة تحس بيها إن فيه حب؟ الاهتمام تخصص وقت لحبيبك طب لو إنك إنت مهتمتش لو إنك مخصصت لحبيبك يبقى أنت مش مهتم بيه يبقى هنا دوات مؤشر على ضعف قيمة المحبة الحاجة التانية الاحترام أنا بكره جداً ده خلينا أقول لكم بصراحة ما ينفعش إن أنت تربي ابنك على أنك أنت بتحبه فتربيه إنه هو يتجاوز معك لفظياً أو مثلاً إنه هو يندهلك بإسمك بطريقة تدل على إنه هو ما بيحترمكش لازم يحترمك يبقى إذن لازم نعلم أولادنا إن المحبة احترام يبقى من حب اهتمام والمحبة احترام والمحبة كمان تأدير وامتنان إن الواحد يقدر ويمتن للشخص ده لكن في حاجة تانية أهم في المحبة عارفين إيه هي إن الأمان توفير الأمان وعشان كده المحبة عاملة كده زي هرم هرم فيه أربع حاجات القاعدة بتاعته القاعدة بتاعته هي إيه؟ القاعدة بتاعته يا سيدي هي الأمان وبعدين يجي الاهتمام والاحترام والتأدير والامتنان كده يبقى أنت بتحبه يعني إيه بقى تهتم بيه؟ تخصص الوقت يعني إيه بتحترمه؟ ما تقولوش كل كلام حلو إيه ده؟ يعني أنا عشان أخلي ابني يحب يبقى مجامل ويبقى منافق عوز بالله من الشيطان رجيم الكلام الحلو ماليوش دعو بالنفاق على فكرة الكلام الحلو ده معناه أن الواحد حلو من جوه أن الواحد جميل أن الواحد لطيف يبقى كمان الاحترام أن أنت تقول الكلام حلو وقوله للناس حسنة يبقى إيه إذن الكلام الحسن ده دليل عن محبة وقوله للناس حسنة اللي حضرت النبي قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لي أخي ما يحبوا لنفسي يبقى الكلام الحسن كمان ده وتوضى الاحترام التقدير بقى أن أنت تقدر كل أفعاله اللي بيعملها من أجلك أو من أجل أو في الحياة يعني تقدر كل خير بيعمله وتمتني إليه فتعمله من الحبة قبة يعني إيه تعمله من الحبة قبة يعني الأفعال البسيطة اللي هو بيعملها تعظم أثارها في نفسك وتعظم أثارها في حياتك عشان هو يحس أن أنت بتحبه يبقى كده إذن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أني أصلاً وذات اللي معبر بالفعل المضارع لما قال حضرت النبي لا تدخلون للجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحبوا ألا أدلكم على شيء إن فعلتمه وتحببته أفشوا السلامة بينكم فعلمنا حضرت النبي أني لازم أفشوا السلامة بينكم يعني إيه كثير من الناس بتفهم أن أفشوا السلامة بينكم يعني إيه يعني إن كل واحد فينا يلقي السلام على الآخر الأهم من إن إحنا نلقي السلام على الآخر وإن كان ده مهم برضو لإن دهوة المعنى المتبادر إن إحنا نعايش أهلنا وأحبابنا اللي بنحبهم في أمان في ناس كتيرة بيحسوا إن أنا عشان بحبه واحد لازم أرعبه لازم أخوفه عشان يتحرك ويبقى عنده قدر كبير من الانتباه ده من الصحيح المحبة اللي بينك وبين أولادك بتحميهم من استبدالك بأنتمهم يعني إيه اللي حاصل لو أنت حبيت أولادك هم مش هيستبدلوك بالأنتم بتاعهم فيحكولوا كل أسرارك كل أسرارهم ويسيبوك لا هيخلوك أنت جزء من حياتهم أساسي يلجأوا إليك لما يحتاجوك فيكونوا لما هم يستبدلوك بأنتمهم إيه اللي حاصل هم هيتعرضوا لأخطار كتيرة ودوة اللي احنا بنقوله إنه دي ظاهرة الاحتواء البديل وعشان كده عايزين نتعامل مع أولادنا بطريقة تانية بعيدة عن التتقيل عليهم بالنصائح والعيش معهم أكتر إن انت عيش معهم أكتر أكتر ما تديهم نصائح أكتر وكمان في نفس الوقت نتخلى عن فكرة الاتزاز ولازم نعرف إن المفتاح بيفتح قلوب أولادنا هو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم إن احنا نجتمع على حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولازم إحنا ومع أولادنا شوية حاجات كده نتخلص منها وإحنا كمان نتخلص منها إذا كنا بنحبهم ما ينفعش واحد بيحب واحد يبقى عنده حساسية زايدة لأن الحساسية زايدة بتخلي الواحد عنده شعور وهمي بالأذى وبالواجعة فده يقدي إلى الفجوات بينه وبين اللي بيحبهم فعايزين نشيل الحساسية زايدة بينا وبين أولادنا الحاجة كمان اللي إحنا لازم نتجنبها عشان بتعقنا عن المحبة نتوقف عن التوقعات العالية أنا متوقع إن ابني لما يشوفني يعضي الزقفية متوقع إن ابني عشان بيحبني يبقى لازم يكون معايا في كل حتة متوقعات عالية حتى ده ما بين الأزواج أكتر حاجة إحنا شفناها بتعوق المحبة العملية ما بين الأزواج في أول سنوات الجواز هو التوقعات العالية الزوجة حاسة إن زوجها مش هينزل الشغل من كتر حبها ليه من كتر حبه ليه فإذا لما ينزل الشغل ده ما بيحبنيش ده تغير لا بلاش التوقعات العالية في الحب ده إحنا بشر وعندنا معاني كتير في حياتنا وأنا حتى ما بحبز ما بحبز إن حد يعلم ابنه أو يعيش مع ابنه أو يعيش مع زوجته إن أنت بدل بتحبني يبقى أنا حياتك كلها ده مش هيحصل على أرض الواقع وده مش هيخلي الحب يعيش يبقى لازم نفهم ده الأمر التالت تدني تقدير الزات اللي بيخلي الإنسان في بعض الأحيين بيحس إنه ما يستهلش الحب هو مقدر ذاته إنه إنسان مش كويس فميستحقش الحب فبيخليه إيه بيخلي إيه نرحم أولادنا من الانتقاد اللازع فنعد ننتقد أولادنا التقاد اللازع الانتقاد اللازع وإنه هو مش مستحق للحب أو أنا حتى مش مستحق للحب فتبوز الدنيا لما الواحد ما يكونش حاسس بقيمة ذاته أو بقيمة ذات اللي قدامه فده كمان بيضيع الحب الحقيقة الأخيرة إنه إحنا كمان لازم نرعيها عشان ما نقعش في فخ تضيع الحب ويهداره هو سرعة إطلاق الأحكام على الناس لأن سرعة إطلاق الأحكام على الناس بتنزل خشاوة تخليك ما تشوفش الجمال اللي فيه ويضيع الناس قدامك ويضيع جمالهم ويضيع كمان إمكانية استمرار الحب وتحويله إلى حياة حقية وكمان لازم نحظر من الفردانية اللي بتخليك أنت محور الإعلاقة محور الحب ولازم اللي بيحبك لازم يرضيك أنت مش إن الحب رايح زي ما حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على شيء إن فعلتم وتحاببتم وحضرت النبي يقول تهادو وتحابو أنا شايف إنه إحنا لو عملنا لو عايزين نبتدي ببرنامج كده مع أولادنا لازم نخليهم يهتموا بتفاصيل حبيبهم لا يعني إيه يهتموا بتفاصيل حبيبهم يشوف الرسول اللي بيحب صلى الله عليه وسلم يقول لسيدنا بلال إني سمعت خشخشة عليك في الجن يبقى حضرت النبي من حبه لسيدنا بلال عارف صوت نعلى لسيدنا بلال يبقى إحنا لازم نعلم ده ولو حضرت النبي صلى الله عليه وسلم يسأل السيدة عائشة شربت منين فيشرب من نفس المكان اللي شربت من قال له إن انتوا تعبروا لأولادكم على إنكم أرفعين منهم عشان تعلموهم النظافة بلاش الطريقة دي دي بتنفرهم وتبعدهم عنكم طب وإذا كانوا هم بيعملوا حاجة اتكلموا عن الصفة بس خليكم دايما بتعبروا لهم على إنهم قريبين منكم تاني حاجة لازم نختار لغة الحب المناسبة لأحبابنا على فجر اللغات الحب الخامسة دي مش موجودة بس ما بين الزجين لا دي موجودة كمان ما بين الأولاد وما بين الأهل فلازم نستخدم طول الوقت لازم ننوع في استخدام دي لغاية ما نشوفوا اللغة المناسبة لإبني أو بنتي أو علموا إنه عنده مهارة إنه هو يستخدم لغة الحب فهتلاقيه بالناس كلها بتحبه لو هو بيستخدم الأداء المناسبة اللي هي كلمات التحفيز أو المواقف شوف حضرت النبي صلى الله عليه وسلم لما اتكلم عن سيدنا مثلا سيدنا عثمان كيف لا أستحي من رجل إن تستحي منه الملائكة وشوف بيتكلم عن سيدنا عارب يقول إيه أنا مدينة العلم وعليهم بابوها إيه ده؟ ولا يشوف حضرت النبي صلى الله عليه وسلم مواقف مع الصحابة إزاي بتعبر لهم عن حبه صلى الله عليه وسلم يقول كان إذا احتمى الوطيس سيدنا علي حيدرة يقول كان إذا احتمى الوطيس احتمينا برسول الله شوف المواقف يبقى حضرت النبي يحبوه لما يحبوه مش لنعبر بالمواقف عن حبه الهدايا حضرت النبي صلى الله عليه وسلم يقول تهد وتحبه فلازم نستخدم الهدايا من وقت الاتاني نستخدم الهدايا من الأولاد والنهار ده يوم معاشورة وسعوا على أولادكم عشان أولادكم يحسوا بحبكم ليهم التلامس وعلى فكرة التلامس التلامس مش بس هو العلاقة الخاصة اللي بتكون من بين الرجل ومراته التلامس واحتضان أولادكم فاكرين حضرت النبي لما قال الرجل ماذا أفعل إذا كان الله قد نزع الرحمة من قلبك لما شاف حضرت النبي صلى الله عليه وسلم بيقبل أولاد قال أتقبلوا أولادك يا سادة التقبيل للأولاد ده شيء ممتع جدا جدا وشيء بيقربوا الناس من بعض يا سادة فكرة بقى إن الناس تقول لك لأ ده عشان بنتي وده عشان ولد يا سادة ده لأولادكم أولادكم بيحتاجوا إلى احتضانكم أولادكم بيحتاجوا إلى طبطبتكم أولادكم بيحتاجوا إلى قربكم وآخر حاجة في اللغات الحب هو جودة الوقت يوم بيسمونه quality time فجودة الوقت دي مهم جدا أن أنت تديه الوقت مقفل التليفون بسوصله في عينيه قاعد معاه بتبتسم في وشه بتحسسه أن أنت سعيد بكلامه كل ده تمهم جدا جدا حياة الثالثة بقى أول أخيرة بعد ما قلنا أن أنت الأول خالص عليك أن أنت تعيش معهم الحب وتعيش معهم التقدير وبعد كده كمان تستخدم اللغة المناسبة لي ومفاق التعبير عن الحب كمان أنت لازم تحول الحب إلى حياة بتعيشوا فيها مش بس الكلمات أنت بقى قريب منهم ما ينفعش أن واحد يحب حد لما يطلبه ما يلاقوهوش ما ينفعش واحد ما يحب حد لما يحس أنه هو قلبه موجوع ما يفكرش فيه أول واحد لو عملنا هذا وحاولنا دايما نبقى أورايبين من أولادنا حاولنا دايما نخليهم يحسوا أنه متى كانوا محتاجين لنا يكونوا يشوفون أول ناس فيهم هيتعلموا عن إيه الحب أنا شايف في الحقيقة أنا عن نفسي وأنا بكلمكم عن النهاردة محتاج أن أنا كمان أتكلم عن صفة الحب محتاج أن أنا أتكلم عن قيمة الحب أكتر وأكتر وأكتر ليه؟ لأن قيمة الحب دي قيمة مهمة إحنا محتاجين نتكلم عنها لأنها في الحقيقة كلنا بنتوجع أن احنا محتاجين حب ومحتاجين نحب ونتحب طب وعشان نعمل كده إيه اللي حاصل لازم يبقى فيه تغيير فينا ولازم يبقى فيه بناء لينا والوجداننا يخلينا نعرف أن الحب ده حياة وأن الحب ده حقيقة ممكن نعيش بيها ونسعد ونسعد بعد الفاصل نلتقي مع أسئلتكم المباركة ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم ومعنا أسئلتكم مباركة ومعنا كمان صفحتنا على الفيسبوك صاحب بن نامج ولا تعسروا اللي بنتلقى عليها أسئلتكم واللي بتبقى جسر التواصل المنور اللي بينور بالمعرفة وبينور بصحبة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ومجالس العلم تعالوا ناخد أول سؤال من السيدة أم محمد سيدة محمد السلام عليكم معلومة السلام عليكم حضرتك يا سيف اتفضل يا فاندي معلومة يا سلام عليكم يا سلام عليكم الحمد لله كل سلام عليكم حضرتك طيب حضرتك طيبة لما أمطي المفروض اللي هي واحدة مبارح لها السوم وكده وقات ناسيت والنهاردة صمت هي لازم تصوم بكرة؟ لا مش لازم هي انت واضح ان انت بتسأليني عشان هي كبيرة في السن وهي ما تدازش تصوم كتير صح؟ او فهي انت بتسأليني وليازم تصوم بكرة لو سمت بكرة ده تايب اسنة لكن هي لو سمت النهاردة خلاص هي سمت يوم عشوراء وان شاء الله ربنا اكتب لها الثواب ويغفر لها هذا العام ان شاء الله خالف سكن يا سيخ عفوا ان الله يبرك في حضرتك وربنا اديها الصحة ان شاء الله ويبرك له ويتقبل منكم يا رب استاذ يوسف استاذ يوسف من الدهالية ازاي حضرتك ازاي حضرتك عم الشيخ نعم وفضلي الحمد لله السؤال والنبي كده بالنسبة كان في ميراث والدي سايبه محلين في بيت خالي هو كان شاريهم منه تمام يعني باباك كان شاري محلين في بيت خالك تمام او نعم فخالي فوالدي قال يعني ما تصرفوش في المحلات دي افرت خالك جاب الفلوس ادي له المحلات بنفس القيمة بتاعتها في الوقت اللي هو مثلا من عشر اتناشر سنة طيب لا الوقت يخالي كل شويلة انا اجيب لكم الفلوس وما يجيبش وانا الوقت عايز اتصرف المحلات اعمل ايه اتصرف اتصرف المحلات اتصرف المحلات اتصرف عادي ليه بقى لان والدك لما قالك كده والدك قالك كده وهو محكوم بان خلاص الفلوس دي ما بقيتش ملكه تمام فبقيت الوصية تقدر بما لا يضيق على اصحاب المال الحقيقي مين اصحاب المال الحقيقي دلوقتي حضرتكم احنا فما ينفعش ان من اجل ذلك يضيق عليكم في مالكم لان ده مالكم انتو طيب انا بس خوفا ان احنا حضرتك بتقول لي 12 سنة حضرتك بتقول لي 12 سنة اصد يوسف انت حضرتك بتقول لي بقى لكم 12 سنة اه ده بقى ان يجي 12 15 سنة كمان لا اتصرف اتصرف المال وليس هذا لا عدم عمل بالوصية وليس هذا كمان رفض كمان لشفعة خلق ممكن خلق يقولك انا عايز اخدهم بالشفعة لانهم موجودين في العمرة بتاعته فاقولوا لا عايز اخدهم بالشفعة تفضل حضرتك اشتريهم دلوقتي لان ده بيسبب لي دائقة مالية فده من حقك وليس عليك اي وسر نعم اذا يا سيدة لازم نعرف ان حاجة مهمة جدا في مسائل الميراث احنا لازم نبقى عندنا وعي بيها الميراث مش معناه حاجة تتعلق بالترابط الاسري بس بس في حاجة اهم من كده وان فيه اموال بقت ملك الحد فممكن حد من مثل ما يقصد يكون والعاذ بالله واقع ان هو بيمنع مال اخوه مش بس بيمنع مال اخوه ممكن يكون واكل مال اخوه يعني المال دوت العين دي لو فيه ايجار بيجي منها دي ملك للولدين او ملك اليوسف فاللي حاصل ان المال ده خلاص انتقل بالخلافة الى اولاد ذلك المتوفى رحمه الله فلازم احنا نراعي ده فلازم نراعي مسألة دي مهمة جدا ما حدش يجي يقول واحد والله انت كده بتقطع الرحمة لا ده حقه وماله وحقه ان هو ياخد والكلام ما بيبقاش ليوسف الكلام بيبقى الخاله اتق الله في اموال الناس اتق الله في اموال الناس نعم معنا مين؟ معنا استاذ سعاد تتفضل استاذ سعاد استاذ سعاد لسه معنا استاذ سعاد طيب استاذ سعاد تعود لتصل بنا ومعنا الاستاذ محمد من مين السوف اتفضل استاذ محمد استاذ محمد اتفضل استاذ محمد عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضل الله خليك اشفنا بعد اسم حدث هتعايز اسأل كده سؤال واحد بخصوص المراس يعني اتفضل هل المغيب عقليا يستحق المراس اكيد اه هل قاطع سلة رحم امه يستحق المراس عن امه اه هل من اتهم امه العجزة المريضة انها عملت عمل لاذاء اولاده يستحق المراس عن امه ايوه هل من حرم امه من اولاده وكانت بتستجديه تشوف اولاده وبتقول له انا نسيت شكل اولادك يستحق مراس امه ايوه كل ده يستحق اه بس كل المعاصل اللي انت قلتها دي ملعاش دعوا بالمراس يعني بص يا سيدي المراس ده تعبار عن ايه انا دلوقتي عندي زم عندي زم مالية فانت قلت الى الرفيق الاعلى خلاص ما بقاش عندي زم فالفلوس ده تروح فين بدا انتقل لورسته بالخلافة واضح فدول ورسته فاذا كان في ابن من نسابها فهو هيورس هيورس عشان هو ابن فهو هياخد فلوس كمان ابنها ده يحجب غيرها افرد اخوها افرد اخ مثلا او افرد اي حد تاني من الورصة افرد يا سيدي عمها الولد ده هيحجب عمها ليه طيب عشان المراس ده تلي قسمه الله سبحانه تعالى ما كانش دي علاقة احنا ايه اللي جيف زهننا بقى ان المراس ده مرتبط بالعلاقات الانسانية المراس ده مرتبط بالمراكز القانونية لكن هل معنى ان الابن ده اتمنع امه ان هي تشوف ولاده وكان بيسيء اليها وكان بيتعامل معاه وهي في حال عجزها التعامل السيء ده وكان بيعمل كل المعاصي ده هل معنى ده ان ده حلال لا هل معنى كده هل المراس مكافأ الحد لا المراس مش مكافأ ليه على معاصيه ده المراس حق قانون يا ربنا اعطاهله حق قانوني يعني حق شرعي يعني ايه قانوني ان ليه نظام ما حدش يعرف يخلفه ولا حد يعرف يتجاوزه فالفلوس ده هو اللي ورسه عن امه اه ده حقه طيب والمعاصي اللي ارتكبها في حقه امه اللي هي قد تصل الى حد الكبائر لانه هو لو كان بهذا بيعقها بيعق امه بلا شك ان هو ده مرتكب للكبائر فالمراس ليس مكافأة لأحد المراس انتقال للملك عن طريق ان في حد خلف حد بس لا اكثر الاقل فكل الاسئلة بتاعت حددك كل ما انت بتسأل بقولك اه عيورس ليه لان انا عارف المسألة دي مرت علينا كتير ايه اللي حاصل الناس بيبقى لوبهم موجوعة موجوعة ان ايه ان واحد عمل كل ده كل العقوق ده في حقه امه ويورس اه ما جايز مراسه ده يرقق قلبه ويخليه يتصدق لها ويحسن اليها وهي متوفاة فاذا مناش دعوة بمسألة ربط ما كان يفعله بالمراس المراس ده حق شرعي لا يمكن لأحد ان يمنع احدا هذا الحق الشرعي ولابد ان احنا نفهم ده استاذ السعاد رجعت لها تاني تفضلي استاذ السعاد لو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كنت عايزة اسأل حضرتك بس اه اني انا مطلقة ومعايا بنتين ماشي وهو طالقي ده متجوز واحدة تانية قبلية ودلوقتي بقاله خمس سنين ما بيسألش في بناته ولما بناته بتتصل بيه بيقفل السكة في الشرع ما بيكلمش ولا بيتبح في العيد ما بيتدومش بيفرق شنط في رمضان مش بيديهم ومش بيسأل عنهم خالص 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 هل هو هيتحكب عندي ربنا ان هو ما بيصيلش رحمه ولا لازم ان هم الاولاد اللي يصلوا رحمه لا ده ده في حاجة اعلى من كده مش بس سيدة الرحم الاعلى من كده ان هو بيضيع اولاده بيضيع من امره الله سبحانه وتعالى بناته بيتصلوا بيه بالتليفون بيقفل السكة في الشرع وبناته صغيرين بناته في سنة ربعة اتبائي وتانية اتبائي خلينا اكلمه بقى خلينا اكلمه لان هو هو اللي محتاج الكلام مش حضرتك والحقيقة يعني هو مش يتحاسب عندي ربنا هيتحاسب ان هو قاطع رحمه لا هيتحاسب وهو مرتكب كبير كمان هو مرتكب كبير كتب مراس كتب كل ما يملك لزوجته الاولانية وبناته الاولانيين لا خلينا اللبس النفس ما بين حاجتين يا سيد سعاد سيد سعاد لكن ما بيصرفش عليهم الان ماشي وطريقهم وحتى صوته ما بيسمعهمش طيب انا انا اكلم حابق معنويا ده معنويا مش البنات ما احتاجه قبل معنويا قبل فهم طبعا 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 انا بقى اعيز اعرف ربنا هيحذوا في الدنيا وفي الاخرى ولا هيسيبوا كده حاضر حاضر اقول لحضرك او استاذ سعاد طبعا انا مقدر جدا جدا اللي بتعيشه استاذ سعاد خلينا اقولكم بكل صراحة يعني في مسائل او في مربع كده لما بيجي الحاجات فيه انا ببقى مش عارف اقول ايه بقى انا كرجل وكاب ببقى عندي مشكلة مشكلة انسانية بجانب المشكلة الدينية ايه المشكلة الانسانية الشخص ده بقى الشخص ده اللي مثلا بيدرب زوجته بيهنى وبيجتمع وبيمعرفش ايه وبياخد فلوسها وبيخليها تشتغل ويروح يشرب مخدرات نعمل في دا ايه الشخص اللي خلف اولاد وجاب الاولاد ورماهم ولما طلق طلق الاولاد مش طلق امهم بقى طلق الاولاد طلق الاولاد فبقى الاولاد بيتسولوا واسوأ التسول ان انت تتسول من حد انت لك حق عليه السن اللي هي بتقولها عليه ده سن هي ليه حق بانها تطلب النفق عليه من ابوهم فلتق الله سبحانه وتعالى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال ان من اعظم الاسم ان يضيع الرجل من يعول وانا في الحقيقة يعني في الاحوال اللي زي دي ودي احوال بسيطة اوي حذيك ارفع عضية وطلوبه نفقة اولادك طلوبه نفقة اولادك ما تضيعيش اولادك ما تسيبهمش يضيعهم ما ترهنيش على ان هو يفتكرهم وقلبه يرئ لانه واضح اوي 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 ان هو لما طلقك كان طلق الاولاد معك كمان وان هو لما رجع رجع تحت دعوة وبحذر كل منها ان الزوجة التانية من الزوجة انت لما تزوجت تزوجت على شرع الله سبحانه وتعالى وعلى سنة رسول الله على كتاب الله وعلى سنة رسول الله فدولا فيه اية توجهت تجاهك نحو نحية زوجتك ونحية اولادك خلاص اي ما بايتش زوجتك نحية اولادك لينفق ذوه ساعة من ساعة فانت كونك انت تظلم هذا الظلم وتترك اولادك وتطلق اولادك وتعتبرهم ان هما كانوا نتيجة نزوة يا اخي تتقي الله لا ومش نتيجة نزوة دي نتيجة زوج شرعي والاولاد دولا سيقف وياخدوا حقهم منك يوم القيام وانا بقول ايه بقول لي حضرتك اطلبي حقك وحق اولادك يعني لو كان ليك نفق اطلبي حقك وحق اولادك احنا مش هنسيب الناس تتفتن وتضيع وتترمي في الشارع وحياتها كلها تتدمر يا اخي قبل ما كنت روحت الجواز تاني ما كنت حسبت ده اه هي الزوجة التانية بس مش معنى ان هي الزوجة التانية يعني ان الاولاد دولا يترموا في الشارع فاتق الله سبحانه تعالى انت ترضى ان تشوف اولادك اللي انت بتسميهم اولادك كأن التانين دولا مش اولادك اللي انت بتسميهم اولادك يترموا في الشارع كده ولا انهم يتسولوا ولا انهم مش عارفين يتعلموا ولا يأكلوا ولا يشربوا ويكسر خطرهم ويحسوا ان هما ناس ما يساووش حاجة تبدو لا أنت هم دول عرضك ولا مش عرضك هم دول ربنا يسألك عنهم ولا مش يسألك عنهم أي يسألك عنهم ويسألك عنهم كما يسألك عن كل نفس من أنفس ما نموا فيه وهم متوجعين فاتق الله سبحانه وتعالى هتتحسب على كل دمعة وعلى كل لحظة كانوا بيتوجعوا فيها فاتق الله سبحانه وتعالى ويعرف من أعظم الإسم أن يضيع الرجل من يعول فاصل ونرجع تاني نستقبل أسئلتكم مباركة ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم معانا ومجانا ومجانا من الفيوم تفضلي ومجانا ومجانا من الفيوم لسه معانا ولا لأ طيب معانا الأستاذة مونة من القاهرة استاذ مونة طيب مجانا واستاذ مونة يحاولوا يكلمونا مرة تانية يا سادة احنا قبل الفاصل كان عندنا كلام مهم جدا جدا على حاجة ظاهرة بقت ظاهرة سيئة جدا وهي ظاهرة أنا بسميها طلاق الأطفال يعني لما يحد يجي يطلق مش بيطلق الزوجة ده بيطلق الزوجة وايه وأولادها انتوا أولاد فلانا لا هم مش أولاد فلانا يا أولادك انت 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 دول أولادك انت ده بضرجة لهم متسمين ده اسمك انت فهم مش أولاد فلانا ده أولادك انت ومن أعظم الاسم ان انت تحسبهم على ان العلاقة اللي كانت بينك وبين والدتهم اللي تسببت في الطلاق وازالك ستظل مسؤولا عنهم وتحاسب عن كل وجع حصل ديهم استاذة مجنى من الفيوم تفضلي مجنى تفضلي السلام عليكم وفضلت السيخ السلام عليكم تفضلي ازايك يا سيخ عمر الحمد لله كل سنة حضيك طيبة وحضيك طيبة وبصحة وبصلاة عمين يا رب اه بص يا سيخ انا جوزي اه يعني اه عصبي جدا بس هو في ساعة العصبية ما بيدراش بالتلام اللي بيقوله طيب وقال دايما لما بتعصد يقول لي انت طالق قاله لك كده كم مرة كده قاله لي مرتين او تلاتة على كل حال وكل مرة يقول لي انا ما 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 قصدش وقوله طب روح يتقل شيخ وقول لي مش اسأل طب على كل حال على كل حال يا مجنى خليه يتصل بي وعشان انا لازم اتحقق منه في شوية حاجات مش بيردى يا سيخ هو اخونا اي قوي وانا بقوله طب تعال اروح لشيخ يقول لي لا بس اروح طب قولي له بس الشيخ الشيخ اهو بيتحكلك وبيقولك اتصل بيه عشان نحرم عليك اللي انت بتعمله ده اقول له والله يا سيخ حتى طب يا سيدي ما انا بقول له امو جانا سيبين بيحصل مثلا بيطلبني للمعاشرة انا باش عايزة يقول لي لا ما هكيش دعوة طب سيبيني يا مساء انا اقول له يا ابو جانا يا سيدي اتق الله في نفسك انت اللي انت بتعمله ده ده مش لعب الفروق دي لازم الواحد يتحوط فيها والمسألة مش مسألة ان انت خلاص انت عارف كل حاجة المسألة مش ان انت عارف كل حاجة لا الله صفحة تعالى قال ولا تقول لي ما تصفوا السيناتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب مش هينفع ان انت تتعامل مع الدين بهذه السهولة وبهذا وبهذا التفال يا سيدي تعالى وانبين ايه الحكم الشرعي ويمكن يا سيدي كمان يقول لك نصيب وتيجي عندنا كمان في المركز الرشوية الزواجة عشان نتكلم في انت ايه اللي بينك وبين زوجتك بيخليك تبقى عصب كده ونتكلم في ازاي يحصل صلاح الحال ونصل الى ادارة رشيدة للخلافات بينك وبين زوجتك ونصل كمان الى حسن المعاشرة اللي حضرت النبي صلى الله عليه وسلم بيلهننا في حياتنا وقال ان حضرت النبي صلى الله عليه وسلم ما اكرمهن الا كريم وما اهنهن الا لئيم فتعالا نتكلم ونشوف ايه الاسباب عشان نقدر نتخلص من ده الاسدازة مونة موجودة السلام عليكم عليكم السلام عليك اتفضلي يا سيدي نعم الحمد لله بقول لحضرتك انا ابني طلب من والده مبلغ عشان يشتري ارض في منطقة ساحلية نعم فاديله وبعد كده بقى ودفعنا له وقصات وقبل كده برضو كنا ندفع له وقصات لشقة له شقة تمليئ وبنساعده كتير جدا ماديا فجيب بابا فقال له عايزة تكتب الارض دي باسمي هي باسم ابني قال له عايزة تكتبها باسمي ورفض ومن ساعتها وهو اما احنا طبعا انا ولادي وجوزي طبعا مش طائينه مش قابلينه ما بنتعاملش معاه خالص ومقطعينه هو كل فترة كده على ساعة يعني بيبر الرحم وبييجي بيسأل هو متزوج اه للأسف يعني هو دلوقتي انتو اشتريتوله الواحدة دي اشتريتوله الواحدة دي بالقصات ودفعتها له وبعدين باقيت باسمه هو اه طلب من والده ان هيكتبها باسمه على الساس ان هي ربنا تديه الصحة والعمل تبقى للأسرة كلها ما تبقاش ما تخصش الابن ده بس طب هو ليه والده سابها باسمه اه لان هي كان عن طريق هو عن طريق شغله وكده اه يعني هو كانت عن طريق شغله دي معلومة مهمة لازم يبقى عن طريق شغله يبقى عن طريق شغله واللي سدد الأعصات ودفعت تمن دفع المؤنطمة والأعصات هو الوالد مش هو اللي دفع كده ولكن هي بقت باسمه ايه فلما طالب مني وكتبها باسم الوالد رفض ومن ساعته مقطعنا واحنا مقطعينه ومش تقابلين نبص في خلقته طب فواحد زي ده فيعتبر سرق مالنا ده يعطي وده اللي هو مئحقه يوريسنا طيب انا اقول لحضرك حاجة بس اصلا اصلا النغمة دي شوية صعب علي ان انا اشوف امي زي حضرتك كريمة وفاضلة بتتكلم على ابنها ده ايه ابن حضرتك مش كده فانا شايف ان احنا انا بقول لهذا الصديق ان كان فعلا والدك قالك ان هو الوحدة دي هتيجي بس بالواسطة دي وهو دفع التمن على ان الوحدة دي هو اللي يملكها وانت كنت متفق معاها عليها لا انت مش من حقك تعمل ده اما اذا كنت انت ببساطة خالص هو قالك هنكتب الوحدة باسمك واندفع لقصاته وبعدين بقى نحول الامر دوت نبقى نحول الامر دوت لا يبقى انت كده ولكن ليس هذا من البر اللي انت عملته ده مش من البر هذا ليس من حسن التعاون مع والدك ودوت والعزو بالله اللي انت بتقوله دوت قد يوقعك في وفعلا اوقعك في العقوق لان والدك مش راضي عنك وكمان والدتك مش راضي عنك فاتق الله سبحانه وتعالى فيهم لان في الحقيقة انت ما كنتش غير وسيلة عشان الامر ده الا اذا كان القانون بيمنع ان هما يتملكوا يبقى خلاص هو لما اتدفعت الاقصات كانت هتبقى لده وممكن انت تدفع لهم تمنها لو كان القانون بيمنع ان هما يتملكوا الوحدات دي يبقى خلاص هما مش من حقهم ان هما يتملكوا ويتحولوا ده لكن اذا كان والدك بيقولك احنا بنعمل الكلام ده عشان الاسرة فهو عنده تمن الوحدة دي او هي دين عندك انت لان هو ما كانش قاصل ان هو يشتريها لك انت وانت متفق على ده ومقرب ده تعرف امتى يا تبقى المشكلة لو ان هو كان بيدفع لك انت الكلام دوت عشان يجاوزك مثلا او بيدفع لك الكلام دوت عشان يساعدك او يدعمك لكن هو دفع الفلوس دي وهو لا يقصد التبرع هو ما ادركش الفلوس دي هو يقصد التبرع ده هو اقصد ان هو يجيب واحدة للأسرة كلها فاتق الله سبحانه وتعالى في والدك اتق الله في مال ابوك اتق الله كمان في نفسية والدك والدتك هما اكيد بيحبوك بس هما ما بيحبوش فيك الجشع ولا الطمع فاتق الله سبحانه وتعالى في اموالهم هما بدل ما دفعوش المال ده وهم قصدين ان هما يديو لك المال ده ده هم كل الحكاية كانوا بيحطوا المال ده في هذه الوحدة على أمل أن تعود إليهم بيمنع القانون النية تعمل الكلام ده بل الوحدة دي هم دفعوا المال ده ليس بنية التبرع لك يعني هم ما كانوش متبرعين ولكن كانوا بيدفعوا المال ده ليشتروا هذه الوحدة فإذا كان دفعوا هذا المال ليشتروا هذه الوحدة وعملوا شيء إجرائي فأنت متملك هذا الأمر ليس تملكا حقيا فالتقل الله سبحانه وتعالى في ذلك المال معانا الأستاذ محمد من القاهرة ألو ألو تفضل يا أستاذ محمد ألو ألو أستاذ محمد اتفضل أستاذ محمد قال ممكن تورطي التلفزيون لأنه ممكن يكون التلفزيون هو المخلي الصوت بعيد عن حضرتك لأسمح وسمعنا من التلفون أستاذ محمد يا أستاذ محمد طيب أستاذ محمد طيب يا سادة احنا واضح أن احنا في العلاقات الأسرية دلوقتي عندنا أزمة طيب معانا أستاذ نادة تتفضل السلام عليكم عليكم ساعة كاتو تفضلي بك يا شيخنا معانا شانا ليه عند حضرتك تسأل لأنه مجدودة ده قالي سنتين ونص جوزي على طول على القهوة ويسرف فلوسه وحارمنا من الأكل ومن الشرب وكل حاجة حضرتك معي؟ سامح حضرتك سامح حضرتك والله على طول على القهوة ووعدة وعدة كل شيء يقوله حرام ومش عارسة ويسرف فلوسه ويقعد يلعب ضمنة وعلى طول يضربني ويضربت بنيه فأنا بقوله حرام وكده وهم مفيش منه وفيش منه وراكة كل ما قولي قولي ان ما انت بيش فلوك من بيت أهلك طيب انت بس حضرتك بس ان عايز اتأكد بس ان انت فمتستخدمش اساليب اول حاجة اول حاجة امنعي ان هو يضربك ما تسمحلوش ان هو يضربك ما تسمحلوش ما تسمحلوش خالص 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 ان الضرب اللي بيعملوه الناس دي ده ما العازوا بالله ده جلد وكسر وتشوية هو ده عين اللي حضرت النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتكلم عنه ان هو الاشياء المؤذية فمنعي اجعالي يتوقف على انه يضربك خالص فدي اول حاجة امر التاني شو في حد مؤثر يكلمه هو طبعا بلا شك ان اللي هو بيقوله ده بيقوله ان هو ليس اسماعين بس خلينا اكلمه بس شوية استاذة ندى خلينا اكلمه ليس معنى ان ان انت بتملك مال ان انت من حقك ان ان انت تفعل فيه ما تشاء انت لو اسرفت في اسرفت في التعامل مع مالك حرم عليك لكن ان انت تمنع اولادك ان هم يعيشوا في حياة حسنة وحياة رغدة عشان انت لا تصنع شيء الا متعتك ولا زيتك فده حرام عليك فاتق الله في نفسك وده لا يجوز واللي انت بتعمله ده ده تضييع لاهل بيتك وتضييع لاولادك فانت محتاج ان انت تتق الله سبحانه وتعالى لان ده ممكن يودي انت مستهين بيه دلوقتي ان فيه واحدة بتخنؤك دلوقتي ممكن تكونش بتخنؤك ممكن تكون بتدلك على ايه على الطاعة وبتحاول ان هي تكون عاونك على الطاعة وتمنعك عن الاثم والعدوان الاثم والعدوان على اولادك فالزاك التق الله سبحانه وتعالى وحاول ان توسع على اولادك والنهاردة يوم مناسب جدا جدا لو وسعت على اولادك ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يوسع عليك سائر سنتك يا سادة هنتكلمنا النهاردة عن محبة واحنا عايزين ندعم المحبة ونتكلم عن المحبة وازاي تبدي المحبة في قلوب الاولاد وازاي المحبة تدخل منهجنا التعليمية وازاي المحبة تدخل كمان تربيتنا عايزين الاسرة اللي هي المركز الاساسي لتأهيل الناس على المحبة تشتغل تاني على المحبة وبطلوا تقولوا لأولادكم إن اللي بيحب دوت بيستهيفوه وبيتحاكوا عليه رجعوا المحبة المحبة دي وصل بالله سبحانه وتعالى ما تخليش أولادكم يحسوا إن هم لو حبوا الناس وتعاملوا معاهم بحب إن هم كده هيكونوا ناس ضعفاء وناس تفين وناس بيتعاملوا بشيء مالوش لازمة لا علموا الناس إن المحبة ده وصل وعلموا أولادكم إن المحبة دي مدد وعلموا أولادكم إن المحبة دي انشراح للصدر ووصل بالله سبحانه وتعالى على الدوام يا رب اجعلنا من أهل المحبة واجعل باب المحبة هو الباب القبول اللي بتقبلنا به يا رب العالمين اللهم من كان حتى الآن لم يعرف قيمة المحبة اغسل قلبه واملأ قلبه بالمحبة حتى يرى جمالك بين خلقك ويعلم أن المحبة هي مفتاحه إظهار جمال الخلق فيا ربنا اجعلنا من أهل المحبة حتى نكون من أهل الجمال ومن أهل الرحمة ومن أهل الخير يا جميل يا كريم يا ودود يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا شكو